مدري 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 السلام عليكم السلام عليكم كيف الحال؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ الزين بوجودك طرح يضعون عموك بناخد معك أشيرة أخد ونشارك كلنا عطنا عن الزيت الزيت عن الزيت الزيت؟ من يوم يزرع ليه نشتخرج الزيت طيب وانت تحاتي وهرجك متمة طبعاً زيت الزيتون مش تهرباء غالب زيت الزيتون هو الأنسب للطبخ سمعتم أخوك؟ طيب ماشي نفضل؟ زيت الطبخ ولا زيت الزيتين؟ زيت الطبخ غالباً ما يكون مكرر ومزيج لأن منسا الناس بحاجتها دوماً فيقولك استخدم شي يعني مكرر وزي كده لأنها للأكل فزيت الزيتون للأسف إعلامياً يقولك ما يصلح الطبخ لا هو يصلح الطبخ هذه صورة هذه صورة تم عرفين البصل لما يدخل البصل غالبه ماء لما يدخل مع الزيت أي شيء ما طلع عمرك يصير طيب لا نوع الزيت ولا زيت نوع واحد الزيت بحر بحر عندك من صفر إلى عشرين شكل السألتني وش النوع المفضل الأنسب الناس ليش بحثون عن الزيت الزيتون الأصلي إيش النوع اللي استخدمها طيب أبسأك سؤال أبسأك سؤال زيت الزيتون إذا كان أصلي هل هادي تكفي كجودة؟ لا ما تكفي من أول نقول هل هو أصلي ونكتفي من الواحد نكتفي على طول نقول هذا خلص هاته من مزرعتك واقف عليها 2 عصر خلص هاته لكن الآن بدأت ثقافات الواحد صار يتثقف ويتعلّف هذي أصلي ومن مزرعتك وانت واقف عليها انتهت يمكن ليش يش السبب تفضل خد راحتك ترى بساطة طيب السبب عشان عندي شؤال عاطنا شبك السؤال أنا سمعتك قبل كم يوم أسلم تقول الزيت الأصلي يختلف منه وهو أصلي يختلف وهو أصلي فيه مضر بعض ايه تقول فيه الزيت اللي ينتج بدري هذا الزيت الأصلي والزيت اللي ينتج متأخر اسمع يا شباب اسمع أشي يقول الرجال ينتج أصلي بس ما هو بنفس فوايد اللي قبله وممكننا يضرب الصحافي قادمة الأيام نعم صحيح زيت زيتون يتكرر خليك معاي حنا طال عمرك نتكلم عن مجتمعنا وعن وطننا ما فيه شي يتكرر عندنا اللي فيه يتكرر خارج اللي يستردوا من بره مكرر قاعدنا عندهم كم سنة هناك وجينا هنا بدلا ما يكتب تاريخ الانتاج يكتب تاريخ لا يكتب تاريخ التعبئة فغالبا ما تشوف انتاج شهر ثلاثة أربع ميلادي شهر ثلاثة أربع ميلادي ما فيه لا زيتون يقطف ولا زيتون يعصر احسن هو ثلاثة أشهر بس وتجي اخر السنة تاخد اربع شهر وتدخل السنة الجاي وتقول لا ابغى حق السنة هذي عرفتنا اخوك ركزت معي خلونا نبدأ من الوقت قطف من وقت قطف الزيتون وقت قطف الزيتون احفظوه عندكم وركزوا عشرة ميلادي الجاي 11 ميلادي 12 اللي هي اكتوبر نوفمبر ديسمبر هذه ثلاثة أشهر تقطف وتعصر يناير غالبا تلقى بعض الزيتون على الشجر لكن اذا مطح من الهواء واذا ما قطفه المزارع تلقائي يطيح فما هو من المعقول تحصل انتاج شهر يناير تاريخ انتاج تحصله دايما تاريخ تعبئة تاريخ ايش؟ تعبئة او خلوه واحد يولي او خلوه نقوم يمكن فيه بعض الشجر فيه بعض المعاصر لكن اخذها قاعدة شهر اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ما فيه قطف ما فيه قطف خلونا نركز يا شباب ركزوا ما فيه قطف وش الموجود؟ موجود تعبئة قطف قبل وخزن ثم عبي فغالب ان الناس يسألون ليش انتم على ما قيل ما فيه تاريخ جديد تبغان يحطط عمرك بالخزان واكتبلك تاريخ اليوم يرضيك لكن انا ما ارضاه للعميل ابغى يتثقف العميل انا وجودنا هنا نبغى الواقع ترضيه لكن ما بترضي الله لو تسوي شيها هي طل عمرك اهم شي طل عمرك اولا واخرا رضى الله سبحانه وتعالى ومن ارضى الله واسخط الناس اسخط الناس ارضى الناس رضى عنها الله سبحانه وتعالى وارضى الناس اللي كانوا سختين عليه ومن اصخط الناس الله سبحانه وتعالى وارضى الناس سخت عيه الله واسخط عليه حتى الناس فدائما في معاملتك ابحث عن رضى الله سبحانه وتعالى الباقي اتكل حنا اخذنا فكرة الان خلوكم معي يا شباب لان التشعب في عالم الزيتون كثير حنا اخذنا فكرة ان الزيت الزيتون عشرة 11 قطف وعصر ما في بعد شارة واحد مثلا ما في زيتونة بالشجر تلقى حبة حبتين بس ما تلقى الزيتون يعني حنا نتكلم عن الجودة ما تحصل التاريخ اللي قلت علاه وشتا ولا ولا حنا الحين عرفنا موق قطف وعصر الزيتون طيب اسألني الان وش الافضل بالتاريخ هذي عشرة 11 اتناعش اسألني وش الافضل وش السبب الافضل طال عمرك اللي هو اكتوبر ليش اكتوبر شهر عشرة ليش اكتوبر انت جيني بعد 4 شهور تجيني شهر واحد تقول زيتك هذا متع سرقو شهر عشرة تقول لا ابغى شهر اتناعش هو جديد اقولك لا اكتوبر ليش الحب اخضر والزيت قليل ركز الزيت قليل لكن جودة عالية نسبة الحموضة صفر فغالب التجار ما يسوي الحركات هذه ينتظر لين يصير او يصير طال عمرك شهرة 12 يصير الحب من اخضر الاسود ويزيد غزارة الزيت في الزيتونة يعني نفهم او اقل نسبة حموضة اول ما يطلع اول ما يطلع هو طالع زمان لكن يستوى متى تكون فيه الزيت تكون طال عمرك ليلى اهلا الله فيه 10 اكتوبر جاهز يقول تبغى تاخد جودة واكتوبر يقول تفور اجود و احسن من الزيتون الاسود في العصر العصر في العصر ايه ايه عصر الزيتون الاخضر ايه اكثر جودة اعلى جودة واقل زيت واقل زيت لكن جودة حالية يعطيك زيت قليل لكن جودة عالية عربتان اخوك ارحمكم الله ارحمكم الله ارحمكم الله احسنت فحنا عندنا طبع عمرك نستخدم زيت الزيتون انتاجنا وغالبا الحمد الله لا لا شوف غالبا الحمد الله الحمد الله ما هو زي اللي اللي عندنا حنا الرهن عليه ونحط مئة الف ريال اذا كان في غش او كان في يعني تلاعب صديق تالي سمعته طبعا هذي بشها السبب طبعا الناس ابغاكم تجربون اكلتوا انتم كودوا نعم غالبية الناس الحين كلها تبغى المطاعمة الجاهزة عرفتون اخوك فغالبية المطاعمة الجاهزة كلها على الزيت العادي شوفوا والمكرر طال عمرك ليش؟ لان غالبهم ما يبغى يحطوا مطعم ليلى اهل الله ما يحطوا مطعم اه يعني تجاريا يحط حاجة يعني فيها ليلى الله زيت غالي يعني الزيت هذا الغالي انا اكثر من يعني عميل او اكثر من المطاعم يسألوني نبغى بكر ممتاز اه اعطيهم في بعض الناس طال عمرك يعني في مطاعم ايه في مطاعم يخذون من عندنا يستخدم زيت الزيتون البكرة ممتاز حتى مع الفول يفرق حتى بالطبخ بعض الناس يقول ليش؟ يا شباب خلونا نتكلم خلونا نتكلم ليلى الله اه عطني بالله الملح جيب لي الملح ايه نزيده بعد ترى ما يضر حنا نتكلم يا شباب ابغى تطلعون عليكم السلام يا هلا و الله حياك الله نبغى نطلع فايدة لنا و للمجتمع السعودي اول من زرع الزيتون هذه امجاد لهلها احسن امجاد المن لهلها اه اللي صنع المعاصر هاذي امجاد لهلها ما تملكنت منها شي لاحسن اكثر مزارع هاذي امجاد لهلها ما تهمني ب شي طلع أمرك سمعتم اخوك ركزوا معي يا شباب ركزوا احنا نتكلم كسعوديين احنا نتكلم كسعوديين وش اللي موجود عندنا وش امجادكم انت م一次؟ طالما أن أول من زرع الزيتون ما هو أنتم وآخر من صنع المعاصر ما هو أنتم وش أمجادكم أنتم؟ أمجادنا طلع عمرك إن حنا طلعنا جودة السلام عليكم أعيكم السلام ورحمة الله تضاهي جودة المتقدمين بل أفضل من جودة اللي سبقونا لأن اللي سبقونا عندهم فكر تجاري ما هو فكر جودة فكر تجاري ما يعصر الحب الأخضر يعصر الحب الأسود أكثر زيت وأكثر يعني يطلع بدل مئة تنكة يطلع مئتين تنكة فيصير عنده نظرة تجارية لما يقول لها ليش ما تعصر الحب الأخضر أصلي يقول له حتى هذا أصلي هو صادق ترى جماعة عند الله ترى صادق عصر حب أسود تقول له أصلي يقول لك أصلي فعلا صح ولا لا فعلا لكن أكثر جودة لكن عندك خبير لما تسأل تقول الحب أخضر ولا أسود يوقف في حاجة ثانية تدرك الموضوع كله تقول له نسبة الحموضة في الزيت كم درجتها نسبة الحموضة بكر ممتاز وهذه يعني تعلمناها في سعودية وأخذناها من خبرات سابقة معايير الأوروبية نسبة البكر ممتاز صفر بوينت لين سبعين من واحد بالمية فلما يقول لك أقل من واحد بالمية قل وقف كم أقل واحد بالمية عندك من بوينت إلى سبعين باقي ثمانين تسعين نصر واحد بالمية كم لا تخليها مبهمة فحنا عند العصر دائما الحمد لله بوينت ثلاثة بعض أحيان ثمانتعش بعض أحيان عشرين من واحد بالمية ما بعد وصلنا واحد بالمية احسنت غالبا زيته مستوردة كلها تنين ونصف بالمية كلها تنين ونصف بالمية ويجيك واحد يقول أنا ذكت الزيتون وما استفدت شيء إيه لأن حموضة مرتفعة لأن الحب كان طل عمرك يعني ما منها غايلة أسود لا هو ما منها يعني يعني متفع لا بس ما تصلح للشرب اللي يش طلح الشرب لا لا أنا أتكلم عنه الشرب هاي اللي يصلح للشرب اللي هو البكر الممتاز هالا شانار يلا حي وصلت واحد قبل شي يجيب فلفل وين راحبت أبشر والحين نزبطوا كمكودوا كل الناس الحين عايشين عن مطاعم زيوت مهادرجة زيوت بقالة لا أحياني معنا الرقابة الحمد لله ما خلت عليهم يعني عايز أحياني بعض أحياني يشوفون وما قصروا يشوفون الزيوت يشوفون كلها لاجل موصلحة المواطن يشوفون كم مرة ينظفون خلاص الزيت قلت فيه مرة مرة الثانية ما تقل فيه الحمد لله هذا هو النظام عندنا فلكننا نبغى تجربون مثلا الكودو أول فهيتها زيت الزيتون عشان يطعم طعمه مكيد زيت غصن مهود لا لا خل زيت غصن أنا أتكلم عن بكر المتاز هذا مش زيت غير اللي عندنا هذا زيت زيتون غصن الزيتون غير ذا ولا ذا لأن جودتي أنا أتحدث عن بكر ممتاز معايير أوروبية معايير أوروبية عرفت ورفوك هو يقصد نفس اللي عندنا في المطبخ الحين هي نفسه هي نفسه لكن أنا أتكلم مو بالسبل الثانية أنا أبشركم فيه مزارع تانين ومعاصر كبيرة فردية فيه عندنا مزارع سعودي هو أولاده ما شاء الله عليه قائم على المعصرة وقائم على الزيتون عنده كمية كبيرة من الزيتون فما هو بس أنا أبشركم حتى فيه بعض المتاجر سعوديين يدرون هطل عمرك من وإلى ان شاء الله يعني حنا نتكلم عن سعوديين عندهم مزارع فردية وكبيرة ممكن مزارعهم أكبر من بعض الدول أولاد شسمك راكان الله عافيك الرجل الشغوف في مجاله وفي منتجه أشهد بالله أنه يزيد دنيانا أشهد بالله أنه يزيد دنيانا خلي العادة هو نفسه شفهنا أخوك سعى الله يوفقنا شفهنا أخوك سعى الله يوفقنا نقول له الشي اللي بخاطرنا لأنه نطلع بعض الحين ما نقدر ما يحتاج شغفك طل عمرك وسوايك شرحك لمنتجك هذا يسوأ لا شيء نواجب وشهادة الله حق شهادة الله حق أنت رجل ما عندك إلا الذم أو الضمير سواء في بيتك ولا تحت بيتك نسأل الله أنه نكون عند الله جعل رب يوفك من المقبولي لأن الناس يقبل عندها ليشي الله يقبلك لكن نبغى نعيده أنا أخوك زيت الزيتون نبغى تاخدون الفكرة أنتم كتجار بكرة تصير تاجر أنت لما تصير تاجر طل عمرك ترى ما ولازم تكون عندك مزرعة ما ولازم ما ولازم تكون عندك معصرة يا سلام ما ولازم وش اللي يلازم عليك عندنا شركات كبيرة سيارات يا سلام واسم معروف في السعودية تشتري منها الوقات أفلاني ما يصنع ولا يمكن فك برغي في المكينة لكن رجال صاحب ذمه جاب لنا جوده أغلب السيارات في السعودية عندنا تحمل علامته يا سلام عرفتنا أخوك اي لكن رجال ما صنع مسوه لكن وفر للعميل بأمانته وخلاصه الشعبه وفر حاجة تبيض وجهه يا سلام فأنت مولازم تكون عندك مزرعة أو معصرة أنت وفرها جوده وضرب كل عندي وراهن عليها مثل ما أنا أقول هذا طل عمرك أنا عندي مزرعة ثلاثين ألف زيتونة وعندي طل عمرك زيت وعندي طل عمرك تحدي كبير أي زيت مستورد يقولك نسبة حموضة أقل منه أو أفضل منه إلى أكلف الرياض وبعيد من البارد والحار عصر بارد وعصر حار وفي حاجة يعرفوها بالله عشان ما أنشغل لأني أنا لا صارت أطبخ أنشغل أكتر بصار عندي أهمة كبيرة هذا الشغل أبي أسترسل منك يا حاجة أسلام لأني لا معرفتيش حنا نتكلم عن الزيتون هذي سم مهين نفسها لا 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 هذي سم حنبت بالشمال السعودي ما يخالف نتكلم عنه عاطني عاطني عند العاون عاطني 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 يا شباب تعرفون الدخن تعرفون الدخن تعرفون الدخن أخواضة أخواضة هذا زيها بالطعم قريب لكن بالمنبت هذيك مزارع هذا ما يزرع هذا طل عمرك إن جا وسم ثرية ومطر وخير مثل الفقع ينبت ما جا ما ينبت هذا هو السمح هذا السمح هذا النبات بري يا شهلا زيه زيهش زيه نبات لا لا أخواضة مو زيه عشان ليش قلت أخواضة لأنها قريبة يعني تفهمون عليها هذي من تمر الله شوفون أخوك لا تضيعون إحنا نبغى نستفيد يا شناف نبغوا نستفيد الله يعافيك زيه اللي قبل شواء عطيت الرجال الكيس الفلفل عطيت اليمن إيه شوفون أخوك خذواها فايدة وهذا مو بطلب السعودية ما ينبت اسمه السمح ولها شهر محددة ما لها شهر جاء مطر جاء خير نبت هذا طل عمرك مشهور فيه طل عمرك بجمعة مرشد هذا الشراري منه يظله معروف عنده تقريبا سمح لحد الآن تقريبا أكثر من 20 سنة خازن عنده ينخزن لكن متى يبدأ مفعوله إذا حمسته وطحنته وصفيته حتى في بيت شعر مشهور هذا ما تشوفونه زي الرمل قال عبيد من رشيد حاكم من حكام الشمال قبل مرت من عنده شرارية شعرة يبغي يختبرها قال قلبي قلبي كما سمحا تنثر بضاحي هذا لو انثره مع الرمل تقدر تجمعه ما تقدر تجمعه هو ذكي وهي لعدك منه قال قلبي كما سمحا تنثر بضاحي يا من يجمع السمح والرمل غطيه الله أكبر مش ردت عليها شعرها شرارية قالت يجيه من وبلة ثرية أنا قلت لكم قبل شيء إذا جاء من وبلة ثرية مطر طلع قالت يجيه من وبلة ثرية طياحي وحن على دور الحول أو على دور الحول نجنيه ينبت ونزرعه هذا السمح فهذا السمح طل عمرك ما ينبت إلا الشمح هذا ما ينبت إلا بالشمال فقط خذوها وحاولوا نركز طل عمرك منتجنا زيت الزيتون لأن هذا منتج عام لأهل الجوف طبعا أنا هنحسن هتخصص أنا هنحسن أن تبعه هادي طرفة بزيت الزيتون هادي كونه بزيت الزيتون عندي لا تبعد على خشمي على خشمي أخذ راحتك اقسموا لي خاص شولي منك ليمون تبع الشباب هم يقولون زيت الزيتون ليش ما يطبخ لأنه غالي أنا أزع البكرة ممتازة غالي لكن ما فكروا بأنفسهم إن صحتهم أغلى أغلى من ميدقنون كثبت حطيت مواي صح؟ لا ما حطيت مواي هذا زيت الزيتون والبصر عضو الزيت الزيتون لا مكبت كثرت منه يغذك وقدر تغلح النوريال هنا بالزيت الزيتون ده الله العظيم إيش السبب مدري بس إن هذا يغطرنا منه خفيف على السب حلو إيش السبب؟ الحموضة كلما قلت نسبة الحموضة صار صالح للشرب ولا لا كده أنا جربت مرة تبخى ببداء وتبخى بزيت اللي يعصر والحب أسود هم زي شباب هم اللي يغردوا اللي يعصر والحب أسود تصير نسبة الحموضة عالية في سير طل عمرك قادرها على الصدر والقلود واللي يقطف طل عمرك يحط بالمعصرة يوم يومين أسبوع بعضهم ما يعصره بنفس اليوم هذا مضرته حتى لو كان أصلي هو يقول لك أصلي هو صادق لكن له مضرة واللي يعصر على الحار أيضا له مضرة هنا أخوك فأخذوها فائدة كيف لا سعر عندك زينة؟ عندنا طل عمرك حنا مقارنة بالجودة أقل سعر بالبكرة ممتاز طبعا الأربع لتر يعادل طل عمرك بالسوق ميتين وخمسين حنا بيع مية وخمسة ثمانية يا رجل الله الله وفي زينة طل عمرك أقل من يا حبيبي أقل منها تباع ميتين وخمسين لا ما أقل قال لي مثل من أنت أخبر تباع ميتين لكن هذا طل عمرك كجودة كجودة حنا راضخين لأن عندنا كمية كبيرة حنا حنا عندنا كمية كبيرة لما ننزل السعر عندنا هم التصريف لأن مزارع بالأخير عندها إنتاج كل سنة عشت لي من السوق بأربع مية ومدرواش ونفس كذا اللتر لا ما في سعر بأربع مية ألا لا لا أنا أخوك أربع لتر أربع لتر ما هي أكبر من دا أكبر من دا لا لا أكبر من دا تقصد ستعاش هو يمكن تقصد العشرة لتر دي اللي كذا كبيرة إيه ستتعاش لتر حنا بيع بسبعمية وعشرين بس أصلي لا أصلي خلك كلمة أصلي وقبل شو نتكلم عنه حموضة أصلي أصلي لكن جودة معلومة لكن جودة رديئة هو أصلي هو لما يقول لك مزارع أنا أصر لك أصلي يقول لي أصلي ومدرواش صادق أصلي شفت إنما هم ركز هما كمعنوا أصلي بس حبة السودة أصلي يقول لي لقيت زيت أصلي باربع مية قلتي أصلي باربع مية ومضر ما ما تلقاه ايه بس موجودة يقول لي أصلي بس ما أشرح لك أنت أصلي أنت أشرحتها قبل شوي لي الحبة السودة والحبة طبعا عندنا البهارات الغربي الله من أبو عزام طبعا أنا أبو عزام أنا جربت عندي محل عندي محل بهارات عطارة صراحة صراحة ناخذ ونبيع هنا سعر رمزي اكتشفنا اكتشفنا طل عمرك إن اللي في السوق إنه من أردى أنواع العطارة تقريبا من أردى أنواع العطارة عرفتوا أشخوان فعندك أبو عزام أنا جربته شفت الرجال يعلن هو غنيا عننا غنيا عننا وعن إعلاننا فشفت الرجال وذقته جربته نفس الجودة وكل كلام الله صحيح ومدري كيف يكسب عليه لا هو بيأخذ منه هذه أبو طيب فحنا نستخدمه نحط بها راس عشاء الله صراحة هذي من اللي تجمل طبعا وتفخر بيها طل عمرك كسعودي كسعودي تفخر فيها وقسب الله لوم الجودة مهي زينة وقسب الله وعلي يمين أني والله ما أمدح ولا أتكلم عز الله كون الله والله ما أمدحه كل يوم نعم صحيح فلما تكون أنت عمرك تنصح الناس بحاجة أنت مسؤولة ما من الناس نعم حتى الزيت حقي أمام الله سبحانه وتعالى الزيت لو أنه موه بزيتك ما ممدحناه لكن ما شاء الله تبارك الرحمن لا لا وأنا أخوك الحمد الله دايما الجيد ممتاز يفرض نفسه هذا كثير هذا تحطه كله نحط بص الألوان نكشل يكفي 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 نطبخ منه بصباح حطه بالثلاجة شبابنا أريد أن أتكلم كلام عن الزيت الزيتون ما أودنا أحد يقاط عشان طل عمرك توصل إلى رسالة لأنه يقص يقص توصل في ناس الآن يشاهدون يقصون يسألون وش فرق الزيت الزيتون درجة الواحد قال السعودية فيها زيت الزيتون والله يبيضوا يفريق دعم محقق الجوف وش الجوف ما فيها مزارع الجوف فيها مزارع كثيرة الحمد الله وعندك طل عمرك الحمد الله الباحة من المزارع الصالحة للزراعة أنا أرسلت كم شئت لها الباحة وزرعناها وعندكم طال عمركم تبوك من المناطق الزراعية وعندكم جوف طبعا عن سكاكة برجة للقريات بسيطة وش تعرفون عنه بسيطة؟ مزارع كلها مزارع وش تعرفون لها اسم مشهور ما تعرفونه فيه؟ انتم مش تعرفون بمنطقة الوسطى ما تعرفون ساجر؟ ايش مشهورة فيه ساجر؟ الزراعة الجح بسيطة عبارة عن سلة غذاء الشرق الأوسط شفت الشرق الأوسط دول الخليج كلنا يخذون خيرهم من الله ثم بسيطة بسيطة هذي مزارع عقل مزرعة عقل مزرعة كيلو بكيلو انبغيت طال عمرك قامح انبغيت طال عمرك حنا بالجوف نزرع القامح بكميات كبيرة عزك الله برسيم على مستوى الحواكه مستوىية والطبيعية عندنا على بالجوف يعني لاقت استحزان حتى في واحد في النبكة بقصر زرع الرز عندنا واحد شراري طال عمرك سلم الزواهرة الظاهر زرع الرز فعندنا طال عمرك سلة غذاء الشرق الأوسط اللي هي بسيطة عبارة عن منطقة صريعية مثل كفك عارف مثل كفك خصبة للزراعة ففيها كلها مزارع فلما تقرأ زيت زيتون بسيطة مو يعني انها المزرعة شخص واحد لا ان هذا الزيت الزيتون منه بسيطة من الجوف ليش بسيطة لانها اشتهرت بالمياه العدبة اشتهرت بالأرض الخصبة فهذه سلة غذاء وفيها مورود في الدخل والإرادة السعودي في التجاري فعندنا في السعودية في الجوف فقط مزارع تعادل دول تعادل دول سبقتنا في الزراعة يعني انا تكلمت قبل شوية عندنا واحد من رابعنا اطل عمرك من الاصدقاء اطل عمرك عنده تقريبا مليونين زيتونة مليونين زيتونة وايضا عندنا ايضا مزارع ثانية عندنا مليون زيتونة عندنا نتكلم على مستوى الأفراد السعوديين يعني ما شاء الله يديرها هو وعياله بخلاف بعض الشركات الشركات عندها كميات كبيرة يزرعون بالكميات الكبيرة فاز عليه فزيت الزيتون قلتكم يا شباب ركزوا معي ما يهمنا الي اول من زرع ولا اخر من زرع اوين زرع ولا من الي زين المعاصر ولا من الي سوق وش اللي يهمك انت بالاخير تدفع مبلغ من المال تملك هادي فقط هذا بكم هذا بخمسين ريال انت ما تملك مني الا خذا فقط مزارع والمعاصر اول من زرع اخر ما يعصر هدي امجاد لها لها امجاد ما تقدر لما تشتريه تاخذ منهم المجد ما احد يبيع مجدة ما احد يبيع مجدة عرفت ان اخوك لكن بعض التجار يحب انك تصير تحته مسوق او عميل او زي كده لكن هذا مجد ما يهدى ما يهدى ولا يباع المجد في الهدي انت تاخذ هذا فانت لما تاخذ هذا لازم عندك ما يهمك لا شرق ولا غرب تسأل سؤالي فقط اصر على البارد وكم نسبة الحموضة كم نسبة الحموضة لما يجيك على البارد ممتاز درجة البرودة ما تجاوز 23-24 درجة اثناء المعاصر لان المعاصر بعض احيان خاصة ما حد يدخلها ما حد يدخلها هم بالاخير الزيت انا قلتك كنت ما تملك كل هذا بالاخير مثله مثل العس ومثله مثل اي غيره يرجع الامانة الرجال يرجع الامانة المزارع اقدر يقدر مزارع السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جابني الريحة الريحة طيبة ورا يجينا طيبين وين تطيل طال عمرك الحين الزيت الزيتون نحظة نحظة حنا ما طلعنا من سياقة حديث طال عمرك فطال عمرك يا عيالي ركز 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 يا شباب ركزوا ما همنا اول ومن اخر من زراء همنا الجودة الجودة نعم يقدر مزارع شوفون اخوك يقدر مزارع طبعا هذي صلصة الرانش صلصة الرانش هذي تضاف مع الفلفل وزي كده هذي ملها علاقة لكن ابغى احسنها ونكهها لكم بسم الله خد اسئلة بس خلني اتكلم عن خد راحتك عن اسمك مناطق معينة تزرعك مناطق معينة تزرعك لا 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 اسألني الزيت ما يزرع مناطق معينة نعم صحيح وهذي طلع عمرك من بعض المشات اللعب على اهل مناطق اللي ما يزرع فيها الزيتون خريطة الزيتون ركزوا يا شباب بالغزارة مو بالجودة what 했어요 الكثرة يعني الكثرة الزيت دخل الزيتونة الزيت دخل الزيتونة خريطة الزيتون من الشرق ايل الغرب شرق مناطق حارة تزرع زيتونة تثمر يمكن ما تطلع زيت تتجى غرب في نحية الجوف القصيم القصيم ما يزرع فيها حايل بدت تزرع الحمد الله ما شاء الله بس انتاج حايل ما وزيüğي ينتاج الجوف انتاج الجوف ما وزي يعني انتاج القريات انتاج القريات ما وزيعت بلاد الشام يش السبب كلمة تتجي غرب يزيت غزارة الزيت داخل الزيتونة وش السبب البرودة الزيتونة الحبة الزيتونة تحتاج طل عمرك ما يقارب شهرين إلى ثلاث شهور برودة عشان يتكون داخل هالزيت طيب ليه ما زرع في الجنوب عندي برودة على طول السنة قلنا لك زرعنا بالجنوب زرعنا أنا زرعت في الجنوب مش هو يتصلون عليه يقول هذا هو مثمر ما شاء الله ما شاء الله مثمر بس ما هو على الثمار الزيت داخله فيه زيت لكن تعال تكلم مثلا عن حائل مزرعتين بحايل انتاجها طب ونا ادلكم بالمزارع دليتكم في جمعية بالجرشي اخدوا من عندنا زرع وانتج افتح عندكم الزيتونة معصرة الزيتونة عندكم في الباحث مزارع لكن حاولوا تفتحون تسووا المزارع ما تسووا المعاصر لان المعاصر وحدة تغطي عن كم مزارع مزارع موجودة اسلام يم تقول يحتاج الى برودة يا اسلام عطني بالله اللوحة هذيك ولعلك امر هذي سلمك الله هذي كنت معدي رسمة سنسيتها هذي الزيتونة هذي الزيتونة نعم وحنا كذلك انتاجنا اقل من انتاج الشام نتكلم بالغزارة بالغزارة ما نتكلم عن جودة ما نتكلم عن جودة فكل ما تنتج الشرق في الرياض ما ينزرع ليش حرارة هو يحتاج برودة يحتاج برودة عشان يكون الزيت الزيت سبحان الله شلون يولد من البرودة شلون يولد داخل الزيتونة من البرودة هذا بالغزارة نتكلم لما فلان من الناس يقول عندنا الزيتون يعني بالهبل عندنا زيت بالكثرة هذا دليل درتها باردة بس ما لها الداخل بالجودة الجودة هوين الحمد الله في السعودية عندنا معاصر تعصر مرة واحدة فقط ركزوا معي الشباب ما في معصرة في السعودية تعصر عصرتين سواء كان ممتاز او جيد او جيد جدا او سيء هذا نتكلم عن العصر لحظة خلك ركز معي سألني بعد شوي سواء كان ممتاز او مدوسط المفروض انا ما اكتب عصرة اولى لا اني بالسعودية السعودية عصرة اولى لكن في ناس يجهلون فانا اكتبها لهم انا لو اثق تماما ان المجتمع يعرف ان ما في عصرة اولى ويثق تماما في الجودة بكر ممتاز وعزة لو جلالها الرفع السعر لانهم يعرفونه اهل الصنف يعرفونه هذا عصر واحد لكن وش اللي نسأل بدل كلمة عصرة اولى ولا كده اسأل هل هو حب اخضر اثناء القطف هذا الجودة او اسود اسود كثير زيت وعدوني لكمة بارد ايه الثاني طل عمرك الثاني هل هو معصرة الباردة والحار مش البرق بينها ممتاز اليوم نبغى نحلها المشكلة هذي لا لا خل نسبة الحموضة لا خل شلون بالمعصرة لو تدخل لو بعض المعاصر اسمحوكم تدخلون وندخل المعصرة همسك العجانة العجانة يتعجلن الزيتون بعد ما ايه 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 اذا حارة معناتهم صخنينة موية حار موية حار يطلع زيت كثير لكن يموت الجودة يموت ايش الجودة الشي غطى على شي هالقهوة ونت تزينها لا زيتها زيتها بالنار شها راحتها ايه ايه احمستها ايه 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 سمعتان اخوك صح لكن طلع كمية عربتان اخوك ايه حذر اللي يعصر في بعض المعاصر يعصرون على البارد ابت الزيتون دخله ويعصر على ما هو لا تزيد عليه ابت بدون تدخل موية بدون تسخيل بس بعض المعاصر ترى يخسر لازم يعصر على الحار ويقنع المزارع عصر على الحار. ليش؟ عشان غزاره. عشان يطلع غزاره. لان المعصرة شلون طلع مربحة. في كلمة زاد الزيت. نعم. اللتر يخذون عليه. ايه. والتنك يخذون عليه. في يقنعون بعض المزارعين بالعصر على الحار. فهذه سر ما يعرفه الا المزارع وهذه امانة. نعم. مسؤول عنها المعاصر. امانة. تعلق بارقابهم مسؤولين. عصر على الحار اكتب على الحار. عصر على البارد. ما احد يكتب. تحدك تلقى بسوق عصر على الحار. مبنية على الثقة ما بين الزبون والتاجر. ومبنية على امانة عند الله سبحانه وتعالى. اكيد. لما تقول ما بي مكتب عصر على الحار. حتى عند اللي برا يجيك بسور ما هي. ما احد يكتبه. عرفت ان اخوك? فا. يفضح نفسها. يفضح نفسها بحاجة. اذا صرت خبير. سنون تصير خبير? اللي يعصر على البارد ركز يا شباب. اللي يعصر على البارد يعطيك طعم حار. واللي يعصر على الحار يعطيك طعم بارد زي الموية. تسرب الزيت تقولش الزيت هذا. هذا ما له طعم. صح ولا لا? هذا معصر على الحار. فغالبا تشوف بعض الزيوت رخيصة. ومعها معي ابوه. تبزيوت رخيصة ومعها هدايا ومعها ومعها. ايه خذلك بارد. شفت? وش الفرق انت? ليش عندك غالبا? انا عصر على البارد. وجيني كمية قليلة. وجوه هريا. اقل نسبة حموضة. وشحطة في الحلق. ولما يسرب الواحد ما يضره. واصحاب القلون يعرفون وش معنى كلام اللي تقوله. نعم. عرفت ان اخوك. في العصر. العصر على الحار دائما يعطيك العكس. على الشباب يلا حيهم. عصر خاصة. عصر خاصة. انا غالب الشراري. معلكم زود. لما اكتشفت ان اللي بسوك يعني اكتشفنا طل عمرك اكتشفنا حاجات. اكتشفنا حاجات. ما هي زينا. يعني تقريبا الحمد لله تقريبا ثلاثة اربعة خمسة من اللي حولنا يعني نفس الجودة. يعني بعض الناس يعصر طل عمرك جودة عشرة بالمية للمذاق يذوكية للمسابقات الدولية والمحلية تسعين بالمية من انتاجها على الحال. فانا قلت عصر خاصة. ان اول تنكة واخر تنكة تقابلني فيها. نفس الجودة. نفس الجودة. نفس الجودة بكري منتظر. نفس الجودة. وش الخاصة بعد ايضا ان حنا نقطف الحب الاخضر ونعصرها بنفس اليوم. مو زي المعاصر تقدس. تعالوا بشهر عشرة تعالوا. الشباب ما في شي حنا بالواقع مكشوف. تعالوا بشهر عشرة اللي هو جودة الزيتون. مروا على المعاصر. يرحبون فيكم يفتحون معاصرهم. ما تحصل لحد يعصر. او تلقى بعض المعاصر متكدس. الزيتون. هذا ناكلة هذا. رمينا في الارض. هذا ناكلة. تعصرون هنا ناكلة. وين المزارع؟ صاحب المزارع هذه وين؟ لازم يعرف. لازم فيه طل عمرك جودة. ولازم فيه يعني واحد. وانا اقولها لكم.